تباين الأهداف التي ترمي الدول المتدخلة عسكرياً في سوريا الوصول إليها إضافة إلى العلاقة المتوترة تاريخياً بين الولايات المتحدة وروسيا وتبعات الحرب الباردة تعد كلها أسباب قد تستبعد ولادة التحالف الذي اقترحته فرنسا لمحاربة تنظيم داعش جهود هولاند لتشكيل التحالف لم تتوقف عند حدود البيت الأبيض فها هو يلتقي بميركل في باريس ويستعد للقاء بوتين في موسكو سعياً لإقامة التحالف موسكو التي رحبت بعد الهجمات الدامية في باريس بالتنسيق بين قواتها العاملة في سوريا والحلفاء الفرنسيين حسب تعبيرها ليست أيضاً متحمسة لتشكيل تحالف واسع كيفما التفق لكنها عرضت فكرة إنشاء غرفة عمليات مشتركة تضم إضافة إليها فرنسا والولايات المتحدة وتركيا ويرى باحثون أن روسيا لن تقبل بأن تدخل في تحالف تهيمن عليه الولايات المتحدة كما أن وجود آلية لوضع قرارات مشتركة يعني منح موسكو حق النقب بشأن العمليات العسكرية لواشنطن وحلفائها وهو ما لن تقبل به الولايات المتحدة التحالف الذي اقترحته باريس قد يأخذ أشكالاً عدة منها على سبيل المثال إنشاء ائتلاف عسكري أو على الأقل وجود تخطيط مشترك أو تنسيق في العمليات بين موسكو والتحالف الذي تقوده واشنطن ويقتصر التنسيق بين روسيا والغرب حالياً على تبادل المعلومات فقط تفادياً لحصول حوادث اصطدام في الجو أو في البحر ويتم التنسيق عبر مركز العمليات الجوية للتحالف الواقع في قاعدة في قطر فيما تناسق البحرية الفرنسية التي نشرت حاملة الطائرات شارل ديغول في شرقي المتوسط بصورة مباشرة مع البحرية الروسية المنتشرة بقوة قبالة السواحل السورية مصادر دبلوماسية فرنسية قالت إن وجود غرفة عمليات مشتركة يعني وجود تنسيق مشترك فقط دون وجود مركز قيادة موحد مضيفة أن التنسيق يشمل الأهداف المشتركة ما بين الغرب وروسيا مثل القضاء على أحد أهم مصادر تمويل داعش ألا وهو المواقع النفطية التي يسيطر عليها التنظيم والصهاريج المستخدمة في تهريبه عبر الحدود اشتركوا في القناة